صباح الخير، دخل مسؤولون سعوديون في محادثات مع سبعة ألاف شركة عالمية لفتح مقار إقليمية لها في المملكة مقدمين إعفاءات ضريبية وحوافز متنوعة لتحويل العاصمة رياض إلى مركز أعمال عالمي ينافس دبي تسلمت أربع وأربعين شركة عالمية ترخيص مقاراتها الإقليمية لمزاولة نشاطها في السعودية منها بيبسيكو، برايس، ووترهاوس، ديلويت، وسامسونج وذلك خلال اليوم الثاني من النسخة الخامسة لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار وفي نتائج كبرى الشركات الأمريكية التي صدرت بعد أغلاق الأسواق حققت شركة فورد موتر أرباحاً تتجاوز توقعات المحللين في الربع الثالث من هذا العام مع رفع توقعاتها للأداء في العام الجاري للمرة الثانية وصلت ربحية السهم المعدلة لنحو 51 سنة للسهم في الربع الثالث ومقابل توقعات بتسجيل 27 سنة تخطط شركة ستارباكس لرفع متوسط أجور موظفيها في الولايات المتحدة ليصل إلى 17 دولاراً في الساعة بحلول الصيف المقبل مقابل 14 دولار في الوقت الحالي جاء قرار ستارباكس بالتزامن مع معاناة المطاعم والمقاهي في العثور على عدد كاف من العمال الراغبين في العمل مع تعافي الطلب تحقق هيئة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي في صفقة شراء انفيديا لشركة تصنيع رقائق البريطانية أرم بقيمة 54 مليار دولار وبسبب مخاوف من أن تؤدي الصفقة إلى ارتفاع الأسعار والحد من المنافسة في الأسواق وتقليل الابتكار في صناعة أشباه الموصلات عانت منصة بروتوكول التمويل اللامركزي كريم فاينانس من اختراق آخر أدى لصرقة 130 مليون دولار على الأقل وتم تنفيذ الصرقة على بروتوكول الإقراض القائم على عملة إثيريوم المشفرة كانت هذه مجموعة من أبرز أخبار الشركات لهذا اليوم ترجمة نانسي قنقر